طيب زي ما قلنا كده من شوية ان الاسموتيك من اهم الحاجات من وجهة نظر وطبعا زي ما قلنا كلهم يعني ايه? يعني الكصة دي كلها كلام مجالة استعالوا نشرحوا ما هو الا ضغط الضغط اللي انا هعمله على المحلول بداي عشان امنع الانتقال المية بالاسموزز احنا عارفين ان المية طبيعي كده لو انا حطيت زي ما هو موجود الاصفر ده عبارة عن كمام? هنعمله احنا بالاحمر اهو وعندي هنا فيه كمية معينة من السوليوت وعندي هنا فيه كمية معينة من السوليوت تمام? الواضح كده ان السوليوت بارتكل او السوليوت بارتكلز هنا كبيرة فعندي هنا من السوليوت وعندي هنا كمية السوليوت قليلة شوية فعندي من السوليوت. لو انا بتكلم على العادي جدا المفروض السوليوت بتاع السوليوت بتكلم على السوليوت نفسها هتنتقل من وتروح للو كونسنتريشن. الكلام ده بيتعكس في الاسموزس. لما بقول اسموزس يعني بكلم عن فلاود يعني بتكلم عن الووتر الووتر هيروح فين للمكان العطشان فين المكان العطشان المكان اللي فيه سوليوت كتير لما انت تبقى واكل ملح كتير بتعتش اكتر اللي بيأكل رنجة وفسيخ والحاجات دي بيشرب مية كتير جدا عشان كمية السولت عالية قوي. فبيشرب عشان عطشان. فالحاجات اللي فيها سوليوت كتير هتبتدي تسحب للمية بالاسموزس. فهلاق المية راحت من اللو كونسنتريشن اوف سوليوت. تمام? الى الهاي كونسنتريشن اوف آآ سوليوت. عشان تبتدي يحصل اكوليبريام وتتخفف. عشان امنع بقى الكسط اللي انتقال بالاسموزس ده ويحصل دايليوشن. يبقى ده هيحصل له دايليوشن. لأنا عايز المحلول بتاعي زي ما هو. او بالكونسنتريشن الفلاني اللي هو انا عامله عليه ده ما يحصلش اسموزس وانتقال مية والقصة دي كلها عشان ممكن يعمل لي مشكلة مسلا. فعشان اتغلب على خاصية دي او الخاصية الاسموزية بعرض بحط اسمه اللي انا حطيته ده عشان اتغلب على بتاع الاسموزس ده هسميه يبقى ده مجدار الضغط اللي انا همنع به الاسموزس اللي هو انتقال المية بحرية من اللو كونسنتريشن الفلاني الى الهاي كونسنتريشن الفلاني وطبعا الاسموزس دي بتحصل اسموزس وانس ان انا حطيت اي اه 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 سولوشن بين اه سيمي برميم والبنبرين المية هتتحرك اوتوماتيك اسموزس بدون اي ده دخل ولكن انا بعرضها الاسموزي شوية عشان امنعت الحركة دي. فهو الاكسترنال اللي انا هعمله على السولوشن بتاعي عشان امنع السولوشن يبينج ديليوتيد يعني ايه ان المية او السولفنت يروح من الكنسنتريشن القليل للكنسنتريشن العالي فيا اسموزس اللي هي خاصية بتاع الاسموزس طيب عشان كده بقى طلع لي انواع كتيرة من السولوشن اهم حاجة بتاعتي ان ما تحركش اي حاجة يبقى السولوشن ده ايزوزموتيك تمام? يبقى ما فيش اي حركة من السولوشن ده للسولوشن الاخر عبر السيمي برميم والمي برين. يبقى انا دلوقتي الاتنين سولوشن فصلتهم بسيمي برميم والمي برين ما حصلش اي موفمنت السولوشن بتاعي السولوشن دي هسميها ايه? ايزوزموتيك سليوشن وهي بقى ليها عشان ما حصلش اي تحرك ليه السولوشن. طبعا اللي احنا تكلمنا عليها في متاع الووتر عكس بقى الاسموزس اللي احنا قلنا ده. انا بعمل عشان اخلي المية تروح من الحاجات اللي هي وتروح للمكان اللي فيه عشان تبتدي تتمقى ويحصل لها وهسيب الشوائب اللي هي في مكانها هنا. تمام? فده عكس خاصية الاسموزس يعني. طيب. لو خدت بقى الكصة بتاع الايزوزموتيك سليوشن دي طبقتها على البيولوجيا على جسم الانساني. بدل السيمي برميم والميبرين هيبقى بيولوجيكال ميبريني. بقى خدت السليوشن ده حطيته في جسم الانسان. قلت الايزوزموتيك سليوشن لايزوطونك سليوشن. هو هو نفس الفكرة ونفس كل حاجة. ولكن اختلاف المساميات يعني لي ان انا خدت الدوة ده او خدت السليوشن ده. وطبقته على جسم الانسان او حقنته مسلا هو على جسم الانسان او الانسان ده هياخده. يبقى واونس ان هو وصل لجسم الانسان البيولوجيكال سيستم. فالسمي برميم والميبرين ده بقى بقى بايزو تونك سلوشن. وطبعا متختلف التونيستي بتاعتي ممكن يبقى هيبرتونيك او هيبوتونيك او ايزو تونيك. ثلاث مراحل التونيستي بتاع السليوشن بتاعي. يبقى انا لو خدت الايزوزموتيك solution ده ايزوزموتك سيليوشن خدتهم بنفس الاسموتك اكيلوبريان اه وسبريتت بقى في البيولوجيكال ميمبرين يعني ايه يعني جوه جسم الانسان خدتهم مسلا وحعمتهم في جسم الانسان زي ما بحب مسلا سوديوم كرو رايد ده هسميه بقى ايزوطونك سيليوشن يبقى برضو الايزوطونك سيليوشن هو له نفس الاسموتك بتاع البلازمة يبقى اي ايزوطونك سيليوشن قال لي ان السيليوشن ده ايزوطونك يبقى بتاع السيليوشن اللي انا هحقينه ده او اللي انا بقرنه بالبلازمة هيساوي بتاع البلازمة فهسميه ايزوطونك ايزو يعني شبه شبه البلازمة شبه التونيستي بتاع البلازمة يعني في نفس عدد البرتكل نفس عدد والقصص دي كلها ونفس الكنسان والكامل احنا قلناه نبقى دي قصة الايزوطونك طيب من اشهر الحاجات بقى اللي هي الايزوطونك من الكنسان معينة من السوديوم كرو رايد بيبقى بوينت ناين برسن دي الحتة دي تتحفز يبقى اللي هو محلول الملح العادي اللي احنا عارفينه اللي هو بنحقينه في الوريد ده هو ده ايزوطونك سيليوشن بيبقى في الكنسانتريشن بتاع من السوديوم كرو رايد بوينت ناين برسن ويتبر ده بسميه ايزوطونك يعني ايزوطونك للسائلين ان بتاعي له نفس بتاع البلازمة يعني ليه نفس الموجودة في البلازمة فايزوطونك شبه البلازمة بالزبط فلوحة انتو في جسم الانسان مش هيحصل لي اي حاجة هو نفس الايكوليبريم ونفس الايه مهمة قوي بقى الايزوطونيستي لو انا بحقن حاجة برينترال ادمينستريشن ولا حاجة الحاجات الاكساسف لي هايبوتونيك او هايبرتونيك بقى عن الايزوطونيستي دي هيعمل لي مشاكل على البيولوجيكال سيستم او ممكن يعمل لي بيولوجيكال دامج ازاي زي ما هنشوف دلوقتي يبقى لو انا خدت بقى نوع تاني من انواع السلوشن سميته يعني ايه يعني بتاعي اكبر بكتير منه بتاعي يعني عندي هنا كتير قوي عن الموجودة في البلازمة تمام يبقى انا ان انا اديته مثلا للانسان فانا هزود بتاعي البلازمة فحطيت كتيرا في البلازمة فكأن عملت البلازمة صحي كده يبقى انا زودت بتاعي البلازمة نفسها فزودت فعملت تمام كده فالهايبرتونيك ستيت احنا لسه قيلين بالاسموزس ايه اللي بيحصل والبلود اه الاربيسيز مثلا فيها سلمامبرين فكل ده بعتبره تمام فالهايبرتونيك سليوشن يعني فيه كتير جدا 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 طيب لو انا جبت مثلا خلية اي خلية هيبقى فيها الكنسنتريشن العادي اللي كان موجود اصلا في البلازمة قبل كده طب لا ده انا عملت البلازمة في الحالة دي فالتجاه بقى هياخد اللي هيسحب لي المية زي ما احنا قلنا بنفس فكرة المية هتتحول بالاسموزس من اللي هو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن اللي هو كونسنتريشن موجود في الخلايا فاتجاه الانتقال المية او هيبقى باتجاه البلازمة دي كده البلازمة اللي انا عملتها هايبرتونيك ودي كده الخلايا السل من اهم السلز اللي هتفرق معي الاربيسيز فانتو الاربيسيز ما هي الا خلايا جواها كونسنت من سوليوت معين وكواها كونسنت من مية معينة فلو المية تحركت منها وراحت للبلازمة عشان انا حاقين آآ مسلا او هايبرتونيك سالاين مسلا هتبتدي المية تطلع منها فيحصل هتبتدي تقل في الحجم خلاص كده هتلوز المية اللي فيها وتبتدي تقل في الحجم زي ما احنا شايفين كده هدي هايبرتونيك سالاين حقانتو هتبتدي المية تطلع من الحمرة دي واحدة اللي هي سلياني ويبتدي يتحرك ناحية البلازمة فهتبتدي يحصل لها زي ما احنا شايفين كده طيب تعالوا بقى نقرأ الكلام الهايبرتونيك سولوشن لها هاير ازماتيك عن البلازمة خلاص من الاشامبلز الشهيرة جدا الاعلى من تلاتة في المية واحد وعشرين وسبعة من عشر اكتنين وعشرين ايا كان الرقم هيقوله لي اعلى من بوينت ناين هيبقى هيبرتونيك سولوشن تمام القط اوف فاليو بتاعتي في الايزوتونيك سولوشن هي بوينت ناين سوديوم كلورايك اعلى منها هيبقى هيبرتونيك اقل منها هيبقى هيبقى هيبوتونيك عشان سهل على نفسنا لو عملت ميكسنج حقامت الهايبرتونيك سولوشن ده جوة البلازمة وابتدأ يعمل ميكسنج مع البلود هيعمل لي ايه البلود سيلز هتلوز الووتر زي ما احنا حكينا دلوقتي واحصل لها شرينكج ويعرفنا السبب واهم اجزامبل او اشهر التلاتة في المية مهم قوي ان انا اعملها ايزوتونيك طبعا في بعض الحالات ببقى محتاجة دي في الحالات الاكستريملي اه هايبو ناتريميا وحصل بقى شوية والقصة دي ممكن احنا في الحالة دي بالبروتوكول وحاجات معينة كده مش وقتها يعني ولكن لو انا بقى عايز احين وما عنديش غيره المفروض اعمله ايزوتونيك ان انا عمله بايه بمية احط عليه مية عشان اخفف دي وارجعه طبعا بنعمل كده عشان نزبط بتاعي وحط عليه القصة دي كلها طيب مهم قوي الحطة دي طبعا الاسمولاريتي بتاع البلد او البلازمة بتبقى متين وتمانين الى متين اه خمسة وتسعين والاسمولاريتي بتاع اللي هو السودين كلورايد بونت نين بيرسنت اللي هو الايزوتونيك بتبقى حوالي متين خمسة وتمانين او متين ستة وتمانين ميلي او ميلي مول بر ليتر احنا قلنا في الالكتوريط ميلي مول بر ليتر هي هي ميلي اوزمول بر ليتر فلو انا خدت حاجات عالية قوي في الاسمولاريتي فوق متين خمسة وتسعين مهم قوي احقينها باي سنترال فين يعني اجيب سنترال فين كده وابتدي احقينها فيه مش هينفع فيه البريفرال فين عشان بتعملي فليببايتس وفيري اريتنت فافضل حاجة لها ان انا اعمل سنترال اكسز على سنترال فين بسي في بي او سنترال لاين يعني فابتدي احقينها وواحد من اللي هو مثلا ده اشهر حاجة ممكن تستخدم فدي برضو معلومة مهمة على العكس بقى وعلى النقيد لا ده انا عندي بتاعة السلوشة اللي انا حطه اقلب كتير من بتاع البلازمة فلما حطه هخفف البلازمة فهخلي بتاع البلازمة يقل فالسوليوتس اللي فيها هتتخفف فهيبقى فيها عدد من مثلا خمسة مثلا والسيلز والسيلز اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الاربي سيز فيها مثلا عشرة من السوليوتس تمام وفيها من الماء زي ما احنا قلنا فانا عندي سمي برميام الممبرينة هو طبق نفس القوانين او بيولوجيكا الممبرين وعندي تو سلوشن واحد فيهم هايبوتونيك او فيه كمية سوليوتس ولهي لا قوي واحد تاني هايبرتونيك الماء هتروح منين لفين المراتي هتروح من البلازمة اللي هي هايبوتونيك وتروح لي الاربي سيز وتدخل جوه الخلية وتعمل لها بقى سويلنج هتبتدي تكبر في الحجم ولو كبرت زياد عن اللازم ممكن يحصل لها بيرست او ترابتشر تمام زي ما احنا شايفين اتجاه الماء هو جوه الاربي سيز هتبتدي تملي بالماء وتكبر في الحجم وممكن ترابتشر او يحصل لها بيرست يعني اه طيب الهيبوتونيك سيليوشن من اشهر الاكزامبل اللي هو اللي احنا بنسميه بيبقى ليها عن البلازمة لو عملت لها وحا انتهى بالبلازمة هتبتدي تخلي بقى او او من الطول على حسب الايه الدنيا بتاعتي ولكن اشهر حاجة بزبط او طيب يبقى كده خلصنا والمعلومات اللي قلناها هنا ماينفعش نخرج لما نكون عارفانها طيب الرؤول تلول احنا لسه قلنا عليه من شوية ده بتاع بيقول لي ان اللي هيتعامل ب معين يعني عند حرارة وضغط معينين هيساوي بتاع الكمبوننت اللي عندي ده مضروف في المول فراكشن يعني مش مهم القصة دي قوي ولكن كل الفكرة ان انا عارف الرؤول تلو ده مختص بال اي حاجة ليه علاقة بال زي ما احنا قلنا فوق اهو رؤول تلو من ضمن بتاع سليوشن فهعمل ايه حط بقى قوانين الرؤول تلو طبقها وبتدي يطلع اللي انت عايز ولكن احنا بس علينا نعرف الاسم ده بيعبر عن ايه وخلاص الفريزنج بوينت بتاعت البلود والبلازمة او السيرم والتيرز والقصة دي كلها بتبقى مينوس فدي برضو نحفظها هيبقى بالتالي اي كونسنتريشن له نفس هايبقى ايزوتونيك زي ما قلنا نفس نفس السليوشن اللي هي نفس الاسموتك بريشر للبلازمة هتبقى ايزوتونيك يبقى اي سوليوشن له يمتلك نفس الخاصية دي نفس الفريزنج بوينت هيبقى ايزوتونيك واعلى وقل طبعا هيبقى هايبر او هيبوتونيك او هايبقى